اشتركوا في القناة وقالت الوزارة في بيانة ان وزير التربية قرر ان يكون دوام المدارس للعام الدراسي 2022-2023 حضوريا بنسبة 100% وان يبدأ بتاريخ واحد تشرين الاولى المقبلة وفي خبر اخر وزير التربية يكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية تسريب الاسئلة الامتحانية حيث كشف وزير التربية علي الدليمي تفاصيل جديدة بشأن قضية تسريب الاسئلة الوزارية وقال الدليمي ان نموذجين مزورين وواحد صحيحة افسربت ثلاثة نماذج للاسئلة الامتحانية قبل يوم من امتحان الرياضيات واضاف ان تسريب الاسئلة بعد بدء وقت الامتحان ليس له تأثير موضحا ان الاسئلة سربت من تربية الرصافة الثانية في بغداد وابين الدليمي ان حارس بناية تربية الرصافة الثانية تمكن من الحصول على اسئلة الامتحانات يذكر ان الايام الماضية شهدت تسريب عدد من نماذج الاسئلة الوزارية للصف الثالث المتوسط الامر الذي دعا عددا من نواب البرلمان المطالبة باستجواب وزير التربية للوقوف على اسباب هذه الخروقات هذا وكان وزير التربية علي الدليمي قد اعلن صباح اليوم تفاصيل جديدة بشأن قضية تسريب الاسئلة الوزارية لافتن الى ان نموذجين مزورين وواحص صحيحة السرب الثلاث نماذج للاسئلة الامتحانية قبل يوم من امتحان الرياضيات واضف ان تسريب الاسئلة بعد بدء وقت الامتحان وليس له تأثير موضحا ان الاسئلة سربت من تربية الرصافة الثانية في بغداد وابين الدليمي ان حارس بناء تربية الرصافة الثانية تمكن من الحصول على اسئلة الامتحانات ترجمة نانسي قنقر